قلبك محنش؟ أنا فاهم الناس برضو عشان الكرارات تاني مرونة كبير مشجع ريان مدد في مصر يعني احنا مسميينه كده يعني تعصب جداً أجرسب جداً فمنحاول نحنن قلبه شوية على لفربول عشان خاطر ابننا الجميل محمد صلاح يشجعه بس هو على كلمة واحدة على سارخنا واحدة حبيبي جيمو هنعمل ايه؟ احنا لو قال لفربول صحيح هنعمل ايه؟ احنا محمد صحيح نطول انا وضع صعب ماتش صعب جداً وبعد خسارة الدوري سنة تفرجنا عمارشيب مع بعض بريمير ليج أعظم بطولة في أوروبا مش طبيعية أعظم بطولة في الكوكب والكواكب اللي جنبها خلاص عدى عدى كمان الدوليات الخمسة الكبرى خمطهم في بعض ما يجيبش في كتجري واحدة غير البهيمية بعد خسارة ليفربول من البريمير ليج في الماتش الأخير وكانوا رايبين وكان أستون فيلا كاسبالا 2-0 والناس يعني كان تقريباً قبكة وصيناء وقدنا من الاحتفاله وصلاح بيحتفل بالجون لكنه فوز يعني هدف التتويج بالبريمير ليج ترجع جوارديولا بكمباك عظيمة جداً وبيرجع يفوز فأمام دلوقتي ليفربول وكلاب هو الحدث الأهم والأخير في الموسم التتويج بالسابعة أو بالشامبيز ليج السعب عليهم والتانية في مسيرة كلاب مع ليفربول والصلاح والباقي اللعيبة تقريباً على الجانب الآخر برضو ريال مدريد يعني أكثر فريق متوج بالبطولة عايز عايز يتوج باللقب الرابع عشر وبين زي ما يحقق البولندور ويرد على بطير فاريس لو خسوا البطولة دي مثلاً لو خسوا البطولة دي ليه ما دي مش هيكسب بعد كده؟ ربنا عندي كتلتر عامرة هتشوف ليه ما دي بيكسب جمال مواجهة كبيرة طبعاً كبيرة مواجهة حاضر وماضي ومستقبل وكل حاجة بتكلم في ليفربول لو بنتكلم على أقوى فريق في العالم دلوقتي فاتكلم منه بين مانشستر سيتي والدليل اللي حصل في الدولة أقوى فريقين في العالم لو بتكلم على حكم التاريخ وقوة الشخصية الحقيقية فريال مدريد اللي عمل أداء أعجازي مع باريس سان جرمان ريال مدريد اللي عمل أداء أعجازي مع مانشستر سيتي دخل هذه المواجهة وهو بطل الليجة وبالتالي المنافسة صعبة ما تقدرش تقول مين له أفضل طبعاً فريقين ليفربول مع يورجين كلوب رجعت الزمن عشرين سنة الوراء مواجهة مكررة مواجهة الواحد وثمانين بارك دو فرانس وبالمناسبة ليفربول هو اللي كسب في المباراة دي واحد صفر يورجين كلوب الحمد لله مرغم كانش مولود عشان كده وقعد فاهم ساكد فاهم ما كنتش موجود ساعتها جماعة تحزبونيش على الحصة يورجين كلوب أياً كانت النتيجة هو قدر انه تاريخياً هيفضل في التاريخ انه هو من أرجع ليفربول إلى الواجهة مرة أخرى كلام منتهي بالنسبة ليورجين كلوب ايه الفرق ما بين ليفربول ما بين مانشستر سيتي ما بين بي اي جي أحياناً الناس عندما بيجي نتكلم في الكرة على رجيدتي او الصلابة التكتيكية ان الفرقة ما بتفكش ناس كتير بتغفل ده او تشوف انه الفرقة اللي عندها رجيدتي قد يكون ده شيء عامل سلبي ترجمة نانسي قنقر